اشتركوا في القناة صباح الورد شو اخبارك تمام والحمد لله ان شاء الله اخباركم تمام بقولوا اجلوا الشتاء بدوا جيبوا بعض الصيف حكومة والله باب يعني مقدرش نحكي ولا كلمة ذا الحكومة طب ماشي الحكومة يا سيدي فيه حدا اجل الشتاء فيه حدا منعه بالعكس والله يعني خلال اخر تقريبا اسبوعين تعدلت الامور بشكل واضح نعم قبل ما نحكي شو فيه جاي على المملكة بكرة نعم يعني في يوم 25 سماش كان في عنا امطار جيدة جدا كانت في المنطقة الشمالية الوسطى برضو يوم الاثنين الماضي جاء امطار قوية على المنطقة الجنوبية الكرك والطفيلة والربة ومناطق في وادي موسى والشوبك يعني منخفض طاع 25 سماش اللي ما جاء بمطر على الجنوب يجي المرة هاي مطر على الجنوب فبالتالي يعني خلال اخر اسبوعين امور كثير افضل مما كانت عليه مع بداية المربعانية لما كنا عايشين في فترة من الانحباس المطري بكرة دكتور فيه منخفض جوي قوي جدا يؤثر على المملكة وهو يعني نوعا ما من المنخفضات المعتبرة القوية التي تتسع لناك منذ سنوات نعم يعني متوقعين امطار لكن بحب ابلش مع المستمعين من اليوم كيف الادواء ادواء اليوم باردة بوجه العام رح تتهيئ الفرصة للمطر في المنطقة الشمالية اليوم في الظهر تقريبا ممكن حتى المناطق الوسطى من المملكة ممكن نشوف بعض الامطار مع ساعات دخولنا في ساعات المساء والليل يبدأ اشتداد في سرعة الرياح رح نشعر انه في ساعات الليل القادمة في عنا رياح قوية وبعدين تدريجيا تتهيئ الفرصة لهطول المطر من جديد في المناطق الشمالية ومن ثم الوسط الان مع دخولنا في ساعات فجر وصباح يوم غني الجمعة رح نتأثر بشكل فعلي بهذا المنخفض الجوي اللي هو يعتبر عميق ويتمركز قبات السواحل اللبنانية بالتالي احنا على عرض الواقع رح سعرنا فيها وحكون رياح شديدة هباتها عالية جدا تصل سرعة بعض هباتها الى 100 كلمتر بالساعة ايضا رح يبلش عندنا المطر يصبح غذير والامر الجيد ان هذا المطر رح يمتد ليشمل معظم مناطق المملكة شمال وسط جنوب حتى الشرق رح يوصل المطر بمشيئة الله تعالى شاء الله وهذا المطر رح يكون كما ذكرت غذير ومن ثم لاحقا خلال ساعات النهار تشتد الامطار وتصبح في بعض الفترات شديدة الغزارة نعم بمشيئة الله تعالى وايضا ترافق هذه الامطار بحدوث العواصف الرعدية الرعد والبرق وايضا في بعض الفترات تساقط لذخات البرد مع دخولنا حتى مع ساعات المساء والليل تبقى الفعالية الجوية قوية إجمالا أمطار قوية في كافة المناطق رياح شديدة وايضا في نفس الوقت رح يكون فينا بعض العواصف الرعدية من حين إلى آخر هذا المنخفض الجوي لا يترافق مع أي تساقط للثلوج هو منخفض مميز إن الكتلة الهوائية المرافقة له هي رطبة وهي من أصول أطلسية تأتي من المحيط الأطلسي ويعني مليء هذا منخفض بمشيط الله تعالى بيئة الأمطار الوفيرة نتوقع كميات جدا عالية من الأمطار تكون يعني ذات دفعة معنوية خليلنا نسميها دفعة كبيرة جدا تعطينا دفعة معنوية هو كلامك صحيح دفعة معنوية دفعة معنوية إلنا بصلاة هو فعلا يعني 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 رح يكون عودة مهيبة للشتاء فعمد بدنا بدنا عودة ويعني بشكل عام دكتور نتوقع منخفض قوي مش منخفض عادي سريع شوية مطر لا منخفض معه رياح كثير قوية معه مطر كثير غزير ومتواصل لو أنت تقريبا حوالي ما بين 24 ساعة 30 ساعة تتالي هناك يعني وقت طوي من المطر زمناءنا في دائرة الأرصاد الجوية صباح اليوم أصدر بعض التحذيرات اللي منحب برضو إحنا نشاركها معكم التحذيرات هي خطر يعني الانزلاق على الطرقات أثناء هطول العمطار غدا وأيضا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والغيوم الملامس لفتح الأرض يعني شفنا المرة الماضية كيف إحنا عنينا من الضباب بشكل عام نرجع مرة تانية نؤكد أن المناطق المرتفعات الجبلية ممكن يكون فيها بباب نعم خلال فترة التحذير هذا المنخبض التالي من حذر يعني القيادة في مثل هذه الظروف يجب أن تكون بعناية وليس في الأيام العادية هذا بشكل عام المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة برضو يعني نوعا ما من ندعو الجميع لابتعاد من أماكن السيول نعم برضو ندعو الناس يعني بجوز لأنه حصرنا فترة طويل ما متأثر منخبضات ينتبهوا إلى أفضل منازل إذا سايدين شغلات ممكن يطير طبعا مش بثبتين مثلا غطل خزنات أمور ذا هيك بتصير أمور هاي نوعا ما شوي خطيرة مع اشتدات سلعة الرياح لأنها بتنتقل وبتطير وبتنزل على الشوارع فبالتالي ننتبه بشكل عام نستعد للمنخبض الجو نستعد بأجواء الماطرة الحقيقة طبعا نستعد لها على فترة طويلة من الزر عجبني حماسك الشديد محمد متحمس جدا أول إشي عجبتني استوقفتني إنه من أصول هذه المنخبضة هي من أصول طيبة صحيح من أصول محترمة وتعطينا معنويات وبالنسبة للرياح اللي رح توصل أكثر من 100 كيلو يعني بتمنى إنه بس ما يخلفوها شرطة السير على السرعة لأنه قاعدين يعني شغلتهم وإن شاء الله يكون يعني باب فرج جديد مع بدايات ألف مطار نحن جدا نعول على هذا المنخبض الجوي في تعديل هذا الموصف المطري ممكن يعني بالضبط جوز قبل أسبوعين أحنا أنا وياك تكلمنا وحكيت طبعا إنه في سنوات بدأت بهذا السوء للأسف والجفاف لكن كل شيء من رب العالمين يعني دائما نقول إنه رب العالمين دائما هو الفرج فبالتالي حكيت لك إنه في مواسم بدأت مش بأمطار جيدة وانتهت أعلى من المعدد طبعا في كل مكان ما إلو توقيت بتحييك معالي خولة العرموطي وهي أم الخير أم الخير فبتصبح عليك وكل ناس بصبوا عليك بدنا إياك يا محمد دائما إياك تعطينا مدد التفاؤل بالنشطة إن شاء الله بالعكس أنا بحب أني أكون متفائل وبحب أني لما نشوف المطر بحس بالتفاؤل يعني بحس بالخير وبحس بالأمطار حتى على المدارعين الضحكة والابتسام عليهم لما بشوف هذا المطر إن شاء الله يكون مطر ممتاز وجيد المملكة كلها والحمد لله إن المطر يصل كافة المناطق يعني مش محصور في منطقة معينة إنما إن شاء الله فيك معظم مناطق يمكنك شاهد الأمطار إن شاء الله الحمد لله الشتاء يعود فصل الشتاء إذن باسمه كاملا يعود بدل مكان يسمى فصل الصفاء والنقاء شكرا لك الحبيب محمد الشاكر لتقص العرب جهدكم الطيب والمحترم دائما بحييك وإن شاء الله حدي موسيقى 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 موسيقى